أهلا بكم الفيديو ده مهم علمي جدا 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 معلش هنشغاله تاني عشان أفهمكم حاجة الراجل اللي انه شايفينه ده بيعاني من حالة اسمها النوم أثناء القعدة أو النوم الانسيابي النوم التلقائي لو احنا شوفنا ده قاعد في فندق قاعد ده قاعدة مكان فندق غالبا أو مكان شغله ولبسه مش قاعد في بيت ده لابس جانس ولبس لبس يعني في شغل وفي ورق قدامه واللي بيصوره حد صاحبه يعني لما صاحبه بقى حد يعني لانه هو شافه قبل كده بيحصل له كده الحكاية دي ممكن تحصله هو وسائل ممكن هو قاعد وسط ناقل هو كان قاعد فوق مع حد تقريبا من منتظر بقى حد جاي ميتنج شغل بتاع الكلام ده كله إيه اللي حاصل؟ إن الأكسجين في الدم بيقل وسنة وسيدة الكربون بيرتفع فده بينيم وده واضح من انسداد مجرى تنفس عنده والشخير اللي هو فيه اللي هو بيعاني منه الحالة دي حالة النوم الانتيابي أو الانسيابي زي ما انتوا عايزين تسموها أو السليب أبنية بينة جدا السليب أبنية كمان في تعبيره إنه مش قادر ياخد نفسه وفيه انصداد للتنفس وصوت الشخير عالي مش قوي هنا لكن فيه أعلى من كده بكتير لكن موجود الحكاية دي خطيرة جدا إنه الإنسان هو مش عايز ينام هو مش قاعد ده هو قاعد مستني حد شكله لكن هو راح في النوم كده الوحده وبيصحى يفتح ويرجع يكمل يكمل تاني من غير ما يشعر لأنه مستوى سنيف سيدي الكربون بيرتفع في دمه وده بينيم سنيف سيدي الكربون ده أفضل حاجة نيم ده في منطقة الخطورة في منطقة الخطورة سليب أبنية سندروم دي دي في منطقة الخطورة فخالي بالكو اللي بيعاني من مشاكل في مجرى التنفس ممكن غير أنه بيعاني من شيخير يعاني من هذه الدرجة من درجات الخطورة دعالوا نهاردة لأن الموضوع مهم قوي بنترح نهاردة قضية مهمة الأول اسمحوا لينا راحب ضيف العزيزة الذي يبدع في حواره دائما ويمتعني بحوار علمي شيخ للغاية لأساس الدكتور هشام إبراهيم استشاري الأنف والأذن والحنجرة واستشاري العلاج بالليزر من كل طب جامعة القاهرة زمالة الجمعية العالمية للشخير وأمراض النوم وزمالة الجمعية الأوروبية للشخير وأمراض النوم والأستاذ الزارب ومستاذ شوارية الكير أهلا بيك يا دكتور هشام أهلا يا دكتور أيمان ده الحالة دي على فكرة أنا بتهالي الشباب لما جابوها وما جايبينها عشان الشخير مش واخدين بالهم حالة دي خطيرة جدا ده ممكن إيه حصله ده أثناء ما هو سايق نفس الحالة وهو ده كلاسيك بيكشور بتاع مريض الشخير تخين رقب السيارة تحس إنه هو عنده عيوب خلقية في الغضاريب ولا أنت إيه رقب أكيد العيان ده طبعاً العيان ده طبعاً لما بيخش علي من باب العيادة على طول ده بيتشخص النوضة عيان شخير وعيان سليب أبني أو متلازمة توقف النفس أثناء النوم ده بينام في الريسيبشن في كل حتة ليه بقى؟ هو ده السؤال ليه؟ ليه العيان ده بينام في كل حتة أيوة السبب لأنه هو احنا بينام بالليل ليه 8 ساعات عشان كفايتنا من النوم الفترة بتاعت النوم التـ 8 ساعات كمية الأكسجين اللي بتوصل لكل حتة في الجسم المفروض تبقى 100% العيان بيصحى بعد 8 ساعات نوم بنسميه ديب سليب الديب سليب ده مهم جداً العيان بيخش فيه عشان كل خلية في الجسم يصل لها الأكسجين بدرجة عادية ودرجة معقولة اللي هي 100% فالإنسان بيصحى الصبح في نشيط واخد كفايته من النوم طب العيان ده لو نم 8 ساعات ولكن 8 ساعات نمهم متقطع ما نمهم شبه ما نمهمش 8 ساعات دول فعلياً نم فيهم ساعتين طب بقية الـ 6 ساعات هنمهم إمتى بينمهم قطعين طول اليوم عشان كده العيان ده عيان بينم في كل حتة بينم هو ساي بينم هو قاعد بينم في زي ما قلت حيك في الفندق بينم على المكتب بينم في الاجتماع بينم في أي احنا بنسميها بيخطف نم عشان يكمل بقية الـ 6 ساعات بتوعب الليل بيخطف نم وطبعاً مستوى سينة كاربورنة اللي بيعلى بيخليناه أكيد ده بينام في الوقف العربية ده بيعمل حواقس مشاكل كبيرة قوي عايزة أتكلم على يعني مجرى الهواء انسداد المجرى الهواء ايه مجرى الهواء عايزين نفهمه شوف حدك يعني الأنف دي موضوع كبير جداً وللأسف احنا مش مدينا حقاً احنا فاكرين الهواء دي شوات هوا بيخشوا من المنخير ويوصلوا لغاية الرئة والموضوع خلص لكن حقيقة لو جينا ندرس موضوع الهواء ونشوف أهمية الهواء وقصة الهواء وزيه الهواء بيدخل قصة كبيرة جداً ومهمة جداً بس لازم اتفل أول أن صوت الشخير اللي احنا بنتطلعه دوان هو عبارة عن أي نقط حصل فيها أو سدة في مجرى التنفس من أول أنف لغاية الحل الأنف بيتقفل فالبقى بيتفتح فبيحصل موضوع الشخير طب ما تيجي نشوف إيه دور الأنف في موضوع الشخير لو قدامنا صورة ظريفة جداً نتكلم فيها أن الأنف عشان يدخل فيه الهواء لو قلنا الصورة دي صورة معبرة جداً لو شفت حياتك الأنف لو ده قطاع جانبي قطاع جانبي بالزبط كده بيدخل فيه عندك الخطين الأخضر والأصفر دول مدخل دخول الهواء في الأنف والهواء بيلف مع الأنف وبيقابل ثلاث أماكن بيحصل فيهم بنسميها أو تلاث أماكن توقف اللي أنا أعملهم باللون الأزرق الأول نقطة بيتوقف فيها الأنف الهواء داخل الأنف هي اللي عليها السهم الأصفر اللي هي عليها بالأزرق وده بنسميه غضروف الأنف الحقيقة غضروف الأنف قصة كبيرة جداً وخطيرة جداً النهاردة ابتدى غضروف الأنف الناس يعني بتستسهل جداً أنا يوميا عيني يجي يقول لي أنا عايزة أشير غضروف الأنف يومياً عينين ثلاثة أنا عايزة أشير غضروف الأنف ما نتيجي كده مع بعض ونشوف غضروف الأنف وأهميته غضروف الأنف اللي حياك شايفه دو دخول الهواء للأنف بالمنظر ده غضروف الأنف ليه عشر فوائد العشر فوائد دول اللي إحنا نقولهم دلوقتي لو حصل أن غضروف الأنف حصل فيه أي مشكلة سواء كان باستقصاله سواء كان بأي تدخل جراحي غير مصبوط بيحصل لغبطة في الأنف والدنيا بتتلغبط يا إيريت نرجع للصورة الأولينية تاني للصورة اللي فاتت دي تاني الغضروف الأنف دخول الهواء أول حاجة الغضروف بيعملها أنه لو دخل في الأنف 100% الهواء غضروف الأنف أول حاجة بيعملها أنه بيقسم لي الهواء ل10% وتسعين في المية العشرة في المية بيعدوا على الغضروف نفسه والتسعين في المية بيروح مجا محولهم لفوق أما بيحولهم لفوق بنستفيد ثلاث حاجات أول حالة أول حاجة الهواء اللي بيدخل فوق ده بيملى الجيوب الأنفية ما يبقاش فيه سضع الحاجة التانية الهواء بيدخل على قناة ستاكيوس ما يخلي السمع كويس الحاجة التالتة بيوصل لأعصاب الشم في الأنف فالأنف تقدر تشم مصبوط وتحس بيدخول الهواء خد بالك لو حصل لخبطة في الغضروف الأنف كل ده بيطلخبط كده بس لا غضروف الأنف لما الهواء بيخش عليه بقى العشرة في المية اللي بيخش عليهم بدول بس بيعمل كمكيف بيزبط درجة حرارة الهواء بيعمل بيقلل سرعة الهواء بيقلل سرعة الهواء الجديد تعرف حاليك سرعة الهواء اللي داخل الأنف تسعين كم في الساعة غضروف الأنف مع اللهاء مع لسان المزمار الهواء لما بيخش على الثلاث حاجات دول بيوصل لتقريبا نصف السرعة دي بيوصل للرئة متنقي بسرعة معقولة وبيوصل بدرجة حرارة معقول عشان كده أنا بقول غضروف الأنف ده ده الغضروف المعجزة في الأنف لو حصل فيه لخبطة لو حصل فيه أي مشكلة بيحصل الشخير تحصل تسده في الأنف والدنيا كلها تتلخبط داخل الأنف السمع بتأثر الاريشن بتاع الود ده دي آه يعني احنا حكاية السمع وتأثره بالهواء بتاع غضروف الأنف ده ده شيء حلو جدا ومهم جدا علاقته بالشخير نقرب بقى من يعني شوية احنا لمسنا موضوع النوع أكيد في علاقة بالتنين الغضروف الأنف حضرتك هنخش بقى على الصورة التانية الغضروف الأنف بالمنظر اللي احنا شايفينه ده لو الأول صورة فوق على ايدنا الشمال هي نمرة واحد ده دخول الهواء في الأنف بطريقة طبيعية جدا عشان كده بنقول 10% في كل ناحية الغضروف بيدخله طب لو حصل لخبطة لو حصل عوجة في الحاجز الأنفي إيه اللي بيحصل لو حصل عوجة في الحاجز الأنفلية صورة رقم 2 بتبص حضرتك حصل لخبطة في الهواء الناحية المسدودة دخل فيها 10% والناحية المفتوحة بتاعت الحاجز الأنفي دخل فيها 90% من الهواء طب ما حد يقول لي طب ما دي حاجة كويسة جدا إيه المشكلة يعني ما دخل الهواء لأ وفي المنظر اللي حياتك شايفه دوا الحاجز المعوج المفروض إن سبحان الله التسعين في المية احنا قلنا لو دخل هوا كتير في ناحية أكتر من التانية بتتلخبط النظام الإيرو دايناميكس بتاع الهواء كله ويبتدي يحصل لخبطة في الشم لخبطة جفاف في الأنف يحصل لخبطة في السمع يحصل لخبطة صداع كل ما قلته عن غضروف الأنف يبتدى اللي هو بيحجز الهواء يبتدى يتلخبط طب هل معنى كده الدنيا كده تثابت؟ لا سبحان الله اكتشفنا إن هذا الإعوجاج في الأنف بيصحبه بعده على طول تضخم في غضروف الأنف اللي هي الصورة رقم 3 علشان كده للأسف الشديد ناس كتير جدا مع إعوجاج الحاجز الأنفي والطبيعي معاه إن يحصل تضخم في غضروف الأنف بنشوف ناس كتير جدا تيجي تقول لنا عايزة أشيل غضروف الأنف عشان حصل فيه تضخم لكن اللي ما يعرفهوش إن هذا التضخم حصل كنتيجة وعشان كري اكشن كرد فعل لعوجة الحاجز الأنفي عشان يرجع دخول الهوى مرة تاني العشرة في المية ويرجع وظيفة الأنف الطبيعية عشان ما يحصلش مشاكل طب افرط حد شال هذا الغضروف عشان يوسع بقى الأنف ويدخل الهوى تخيل حضرك بقى هو ده الصورة رقم 4 لو حصل استقصال غضروف كامل خطأ للأنف الأنف تفقد وظيفتها والغضروف بيفقد وظيفته 100% المنظر اللي حقيقة شايفه دوان لو حصل استقصال الغضروف خاطئ واحد مفيش فلطرة للهوى اتنين مفيش تاكيف الهوى تلاتة الأنف بيدخل فيها هوى كمية كبيرة جدا مع أن الكمية كبيرة لكن العين مش حاسس ان فيه كمية كبيرة لأن عصاب الشام ما بقاش يوصلها الهوى احنا قلنا الغضروف بيحول 90% من الهوى فوق فما بقاش فيه إحساس يحصل لغبطة في السمع فوق في الجيوب في الروف بتاع العصاب الشام موجود في الروف بتاع النوز في سطح النوز في سطح الأنف فكون الهوى ما وصلش فوق انت ما بتحسش فيه هوى فالعيني بقى دخل له هوى بس مش حاسس الهوى الزيادة ده بيعمل كراستس يعني بيعمل أشور جوه الأنف بيعمل صداع بيخلي الأنف بتلزق فقدت الميكوزة فقدت اللزوجة بتاعيطها كل ده بيدخل على الحل كل ده بيدخل على رئة ويعمل مشاكل عشان كده غضروف الأنف هذا الغضروف المعجزة اللي أنا بسمي غضروف معجزة مشكلته ان لو حد شاله بطريقة خاطئة او اللي ما خدش باله ان الغضروف تتضخم بسبب ايه وعالجنا سبب تضخم الغضروف بتحصل مشكلة كبيرة جدا اللي ننتجتها عشر العشر وظائف بتاع الغضروف بينتهوا والعين تقريبا بيتضمر هل أعراض تضخم الغضروف بتظهر متأخر؟ أعراض تضخم الغضروف هو عبارة عن سدة في الأنف سدة في الأنف لكن هو السؤال السدة دي هل بسبب تضخم الغضروف فقط؟ أنا قلت لحضرتك أنه ما فيش حاجة اسمها غضروف بتضخم لوحده أبدا الغضروف بيتضخم نتيجة عوجة في الحاجز الأنفي فبيبتدي يتضخم كنوع من أنواع الرياكشن ورد الفعل عشان يرجع مدخل الهوى لعشرة في المية تاني يعني يحافظ على وظيفة الغضروف عشان كده الغضروف لو ما بيتضخم ما بنشلهوش بندور على إيه سبب تضخم الغضروف وخطأ الحقيقة طبي ومهني فضيع أن أنا أشيل الغضروف بدون سبب أنا عمري ما شلت الغضروف لوحده ما بين يعني دوقتي إحنا عندنا مشكلة في الحاجز سيد أمفي وعندنا مشكلة في الغضروف طب سيد نتعامل مع المشكلتين يعني الحكمة نعمل إيه بزرط أول حاجة لما أول حاجة بسأل عياني تب تشتكي بإيه على طول يقول لي أنا بشتكي بسدف من أخيري وجاي على طول العيان ده يقول لي أنا عايز أشيل الغضروف الأنف عايز أشيله روحت الناس كير جدا نقول لي وشوفه حتى يا دكتور بص غضروف الأنف المتضخم عندي هو وبين في الأشعة أن فيه غضروف الأنف المتضخم أقول له طبعا أنا عاير لكن هو السؤال الغضروف متضخم بسبب إيه كتير جدا من غضروف الأنف المتضخم بيكون بسبب عوجة في الحاجز الأنف بيكون بسبب لحميات بيكون بسبب حاسية عشان كده لو شلنا الغضروف فقط هيدخني في مشكلة الامبتينوز هندروم أو متلازمة الأنف الفرغة بمشاكلها اللي ملهاش حال ولو عدلنا الحاجز الأنف الوحده هيتعيد بس الغضروف هيفضل متضخم وهيبقى سادت فالأيديالي في الموضوع إن احنا لازم نتعامل بحكمة لازم نعدل حاجز الأنفي بطريقة صحة 100% وبنقلل أو بنعمل استقصال جزئي للغضروف وهي دي الحقيقة زي بي بنقول قصة كبيرة ومهمة جدا كيفية التعامل مع غضروف الأنف بتعالي ندخل الكلينك نفسه ندخل مع بعض كده ونمشي حتة حتة في الانفستجيش لإن برضو الناس دلوقتي تقولك طبعا ما أنا مش عارف المشكلة منين أساسا فنتخيل إن في مريض مش نتخيل نشوف إيه اللي بتعامل للمريض يعني نشوف مع بعض كده هو وحضرك تشرح لنا لإن أنا أهتم إن أنا أسمع منك برضو تعليقك على كيفية الكشف على المريض بأدوات معينة عشان أقدر أميز هل هو history بتاعه حقيقي ولا لا لو شفنا مع بعض أثناء الكشف على المريض في حاجة في الكشف إن أنا بشوف بنور لو نشوف الفيديو كده مع بعض بشوف الحاجز بشوف الفتحة بشوف الغضروف إحنا بنعمل إيه هنا بالظبط؟ أنا في الفيديو دو أنا بطلع دعمة الأنف من الدعمة بتاعت الأنف من المريض بوري للمشاهدين إن دعمة الأنف في منتهى السهولة وحلا بإن شاء الله عيان قاعد قدامي بشيله دعمة الأنف في تقريبا 20-30 ثانية تحسن الأنف شكله عامل إزاي بعد ما بنشيله الدعمة المريض بيحس بإيه؟ هل في قلم؟ هل في نزيف؟ هل في وجع؟ هل في أي حاجة؟ شكل الهوى بعد ما العين بيدخل الهوى جوه من أخيره شكله عامل إزاي؟ مهم جداً والدعمة دي بتتحط طبعاً أساساً تحط بنحطها في عمليات الحاجز الأنفي فأي عمليات أنف في أي عمليات شخيرة اشتغلنا فيها جوه الأنف بنحط الدعمة دي سؤال حضرتك إحنا كيف نتعامل مع المريض بتاع الغضروفي الأنف أو مريض الحاجز الأنفي لأن كتير جداً بنسمع الحقيقة أن عمليات غضروفي الأنف عمليات سهلة وبتتعامل ببينج موضعي وبتتعامل بدون تخدير وبتتعامل في الجوه العيادة الحقيقة أنا يعني أنا في حياتي ما عملت غضروف أنف الوحدة أبداً لازم الأول أدور على سبب تضخم الغضروف ومية في المية بلاقي السبب أن لما بنعالج السبب الأساسي في تضخم الغضروف الغضروف نفسه لما بنقلله حاجة بسيطة بترجع وصيفة الأنف في المية هو السؤال ليه أنا ما بعملش عمليات الغضروف أو خاصة عمليات الغضروف إلا تحت تخدير كلي وبالمنظار الغضروف ده حضرتك غضروف الأنف ده حاجة جزء عظمي مغطى بأنسجة مليئة بالبلوت فيسلز مليئة بالأوعيات الدموية تخيل حضرتك لو أنا هعمل عيان زي دو في العيادة وهعمله بدون تخدير وهعمله بدون منظار يعني هل العيان قدر يتحمل معايا أن أنا أدخل منظار في مناخيره ودخل مثلا أجهزة زي الكوبليشن أو زي الريديو فريكنسي أتعامل معاه ده طبعا شبه استحالة لازم تخدير لازم تخدير أنا بخدر العين ليه بخدر العين عشان أقدر أشوف الجزء المتضخم في غضروف الأنف فين وأتعامل معاه بالجهاز المناسب ليه وأشيل الجزء المتضخم فقط ما بشيلش الجزء الغضروف كله لأن دي تبقى كارثة طبية لو شيلت الغضروف كله بتحصل متلازمة الأنف الفرغة وتدخل العيان في مشكلة لا حل لا الأهم من كده أن الحقيقة يعني أنا من منصة حضرتك النهاردة الطبية أنا بوجه لكل شباب الأطباء لو سمحت اوعى تشيل الغضروف استقصال كامل ديني مراوحة اوعى تشيله إلا تحت تخدير كله عشان تقدر تشوف كويس جدا اوعى تشيله إلا بالمنظر وأهم شيء أنه اوعى تشيل الجزء الأمام من الغضروف لأن الجزء الأمام من الغضروف ده هو زي اللي بنقول أنه هو بيعمل توجيه للهوى بيقسم الهوى تدفى بتاعت الهوى داخل الأنف بتقسم للهوى 90% فوق يغزي كل الحاجات اللي احنا قلناها واتدخل 10% اللي هو يدخله بسرعة معقولة ويفلتر الهوى ويعمل تكيف للهوى ويرجع الغضروف لحالته الطبعية مرة تانية سبحان الله العظيم الغضروف ده حاجة يعني هتخيلوا هذا الغضروف البسيط شوفوا تحت الميكروسكوب محتاجين نديله حلقات الغضروف ده أنا مسمي الغضروف المعجزة معجزة وكون إن هو يتضخم عشان يرجع الوظيفة بتاعت الأنف مرة تاني وكون إن الناس كتير في فاكرة إن هذا التضخم يحتاج لتدخل جراحي يعني أنا بحط تحتها 100 خط وإن لو الحلقة النهاردة خرجنا بيها إن غضروف الأنف لا نتدخل فيه إلا بحكمة ده إحنا وصلنا حاجة مهمة قوية جدا وحنعمله حلقات تانية للغضروف لأنه واضح إن الموضوع ده مهم جدا لكن عنواننا اللي هيفرض نفسه علينا أن التعامل مع الغضروف الخاص بالأنف غضروف الأنف اللي ينبغي إن يكون بحكمة شديدة جدا وبنظام شديد جدا وحنفهم حاجة اسمها متلازمة الأنف الفارغة بسبب وجاج الحاجز الأنفي التضخم الذي يأتي بعده ده بيكون كومبانستريوميكانيزم أو محاولة عوضية لازم نبصلها بقى بدقة ونتعامل معاها بهدوء شديد جدا عشان ما نباش زي ما بيقولوا جاي كحالها عماها جاي زبط الغضروف رح عصه هبا بقى الأنف بقت أه تقول لك أمدها خالها وتمام لا مع الموضوع ربنا خلق الغضاريك دي لهدف مهم جدا جدا أنا استمتعت بهذا الحوار متعة كبيرة جدا وهي موضوع مهم للغاية ضيف العزيز القيمة العلمية المتميزة والاسم اللامع لأستاذ دكتور هشام إبراهيم استشاري الأنف والأذن والحنجرة واستشاري العلاج بالليزر وزمالة الجامعية العالمية للشخير وأمراض النوم وجامعية الأوروبية للشخير وأمراض النوم والأستاذ الزائر بمستشفى يا ريال كن نورتنا وشرفتنا كالعادة في الدكتور شرف لي يا دكتور أمي عليكم دايما بعض دكتور اشتركوا في القناة شكرا شكرا اشتركوا في القناة